بسم الله أهلا بكم يا شباب إن شاء الله أعرفكم من ده نهار ده إزاي نوصل لمبتين أو مجموعة من اللمبات تمام من خلال مفتاح بنسميه One way, one way switch One way switch الone way ده اللي هو الجزء ده اللقمة دي أو المفتاح ده في منه داخل نفس الباكتج كده مفتاحين فده هنسميه one way في منه كام اتنين يبقى two gang وبالتالي هنسميه مفتاح سنائي سنائي ليه سنائي لأنه هو لقمتين كأنه مفتاحين مستقلين سكة رحدة أو تكة رحدة اللي هو on و off تمام يبقى عندي مفتاح أحفظ معاه الكلام ده مهم جدا اسمه مفتاح سنائي سكة رحدة بالانجليز هتلاقي على المخطط one way two gang one way two gang شكله ازاي اللي هو الشكل ده اللي قدامك طيب أنا بستخدمه ازاي الشكل ده اللي هو احنا خدناه كبرناه حطناه هنا ده المفتاح اللي احنا بنشوفه زي مثل مفتاح اللي هنا من شركة باناسونيك طيب القصة بتتم ازاي في التوصيل يا باش مهندس الامور بسيطة جدا اهو دعا نبدأ نشوف هنوصل ازاي هنوصل ازاي تمام انا عندي عندي نختار هنا كده نختار اللون ده مثلا ياهو عندي هنا المفتاح ده اللي هو two gang one way بيبقى اصلا متوصله طرفين داخلي وبيبقى واخد فردة تمام line يبقى انا هاخد فردة line دخل على المفتاح ايه اللي بيحصل انا اي لمبة عشان تشتغل لازم اديلها نيوترل ادي خدت من ده سلكة وروح تداخل على المجموعة التانية او على لمبة التانية وطلع منها ورايح نيوترل او بمعنى اصح ان انا جبت الفردة النيوترل دخلتها على اللمبة الاولى ربطت هنا في المصمر ده وخدت منها اروح ترابطها فين في المصمر التاني لو تلاتة مع بعض اروح موصلها على المصمر التالية ويبقى three gang تمام one way three gang كيش مشاكل بس احنا هنا two way one way two gang عفوان one way two gang يبقى انا هعمل ايه انا وصلت النيوترل يبقى اللمبة خلت النيوترل عايزة تاخد ايه دلوقتي عايزة تاخد الفردة الحية اللي هي life تاخد الفردة الحية هدخل بفردة حية واحدة بس على المفتاحين دور تمام هم من الداخل متوصلين ببعض يبقى هنا فيه كهربا خلاص وصلت عن طرف المفتاح هنا فيه كهربا طيب المفتاح ده من الداخل زي ما قلنا كده اهو تمام هنا فيه كهربا والتاني نفس القصة اهو هنا فيه كهربا تحت لو انا قفلت ده الوحده اللي هو الخط ده يعني ادى كهربا لللمبة دي اللمبة دي تنور نزلت المفتاح اللمبة دي هتطفي طيب هنا فيه كهربا عند النقطة دي بس مش وصلة لفوق لان ده ايه اوف لو انا ضغطت خليته on يبقى المفتاح ده هيتقفل واللمبة دي تمام هي اللي تشتغل يبقى الموضوع بسيط جدا لما بنيجي نوصل يا شباب فيه ناس بتخطأ لما بنيجي نوصل في العملي لازم تبقى مركز في الحتة اللي جاية دي مهمة جدا كلام بسيط بس هينفع اي كهربائي او اي مهندس انه يفهم الموضوع كويس جدا اللي هو ايه انا عشان اشغل اللمبة لازم اديلها طرف نيوترال اديتها طرف نيوترال طب فينا جنبيها لمبة تانية هل لازم اروح اجيب نيوترال كده واروح داخل على دي لا هو خلاص النيوترال هنا موجود اللمبة دي خدت نيوترال واللمبة دي خدت نيوترال اللمبة عايزة ايه تانية عشان تشتغل عايزة لاين او لايف عايزة الفردة الكهرباء دخلت زي ما شفنا في فيديو سابق على مفتاح واحد يبقى شغلت لمبة واحدة خلاص طب المفتاح ده اللي هو عبارة عن وان وي هو وان وي يعني هو تكة فوق اون تكة تحت اوف او تكة تحت اون وتكة فوق اوف طب كان مفتاح اتنين يعني ده كأنه مفتاح مستقل وده مفتاح مستقل المفتاح ده عايز ياخد فردة لايف يأكل ويشرب كهرباء ووصل له وفي توصيلة داخلية كده بينه طب عشان ننور ده او نور اللمبة دي لازم يبقى ده اون يبقى انا هاخد ده لو ضغط هنا كده اون يبقى الكهرباء توصل لللمبة الاولانية تنور طب ودي لسه مطفية طيب رحت انا ضغط هنا برضو تحت اون هتاخد الكهرباء كده هتروح ننور اللمبة التانية يبقى انا اقدر من خلال هذا المفتاح وهو تعريفه يستخدم لانارة عدد اتنين من وحدات الاضاءة يعني لمبتين او مجموعتين يعني افرض دلوقتي انا عندي لمبة هنا تاني ولمبة ثالث خمس عاشر خمسة مثلا متواصلين على التوازي ينفع بمفتاح واحد افصل عن الخمسة او اشغل الخمسة يبقى الموضوع بتاعنا النهاردة بسيط احنا بنسميه one way one way two gang switch او مفتاح سنائي سكة واحدة اقدر من خلال المفتاح ده افصل وشغل مجموعتين من الانارة وده شكل المفتاح اللي احنا بنتعامل معاه في كل المباني في البيوت في السكن في المباني الحكومية في الادارية وهكذا ان شاء الله الفيديو يكون واضح وبسيط للمفتاح السنائي سكة واحدة وفكر الناس كنا اخذنا قبل كده مفتاح احادي سكة واحدة يعني هو one way one gang اقدر انوار به لمبا واحدة اللي هو شكله ده فانت معظم مفاتيح النار هتلاقيها يا one way one gang او one way برضو two gang زي مفتاح اللي احنا شايفينه ده واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالتوصيلات الكهربية المنزلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة